خلينا بقى نروح نتكلم عن الأربع فرق والأربع فرق تهلوا بالفعل إلى الدور قبل النهائي في هذه البطولة معنا بقى مقارنة رقمية مين أكتر فريق فيهم وصل نهائي؟ أكتر فريق أخد بطولة؟ أكتر فريق وصل نص نهائي؟ هنستعرض الأرقام دي مهمة جداً ونشوف حضاك الفرق طبعاً نادي الأهلي صح بالرقم القياسي وصل لنص النهائي 16 مرة وصل للنهائي 12 مرة برضو الرقم الأعلى حصل على اللقب الأكثر 8 بطولات يبقى النادي الأهلي أكتر فريق وصل نص نهائي أكتر فريق وصل نهائي أكتر فريق حصل على اللقب رقم 2 نادي الزمالك وصل نص النهائي 10 مرات وصل للنهائي 7 مرات حصل على دوري أبطال أفريقيا 5 مرات طيب نادي الوداد المغرب اللي هيقابل النادي الأهلي وصل لنص النهائي دي المرة الستة ليوصل نص نهائي فيها وصل للنهائي كم مرة؟ 4 مرات حصل على اللقب مرتين نادي الرجاء المغربي وصل لنص النهاي 4 دي المرة الرابعة وصل للنهاي كم مرة؟ 4 مرات أخذ البطولة كم مرة؟ 3 مرات يعني الرجاء أخذ دورة أبطال أفريقيا أكتر من الوداد الرجاء أخذ 3 مرات مباريات الزهاب سواء نادي الأهلي سواء نادي الزمالك سواء نادي الوداد سواء الرجاء الأربع فرق اللي لعبوا مباريات الزهاب على ملعبهم صعدوا فدي برضو بتغير فكرة إيه؟ إن إحنا كنا دايماً بنقول إنه بيلعب العودة بياخد أفضلية على ملعبه بدليل الكلام ده تغير معادش موجود في الكورة الأربع فرق اللي لعبوا العودة على ملعبهم خرجوا فدي الظاهرة التالتة الظاهرة الرابعة ودي استثناء النادي الأهلي كل الفرق خسرت برأ أرضها كل الفرق سواء بقى الترجي سواء الودات سواء النجم سواء الزمال كل الفرق معادة مين؟ معادة النادي الأهلي النادي الوحيد في البطولة في دوري التمانية اللي ماخسر ش برأ ملعبه ما؟ كلهم خسر واحد سفر معادة النادي الأهلي تعادل واحد واحد وبالمناسبة ده أول تعادل لسانداونز على ملعبه في البطولة كمان رقم مميز للنادي الأهلي إنه سانداونز لكسب كل المباريات ده كان أول تعادل لسانداونز على ملعبه طيب، وك peda احنا خلصنا أربع ظواهر الظاهرة الخمسة في المباريات في دوري التمانية هي ظاهرة تقلق حراس المرمى. الاربع فرق اللي صعدوا لدور نص النهائي كانوا عندهم حارس مرمى صنع الفارق. هنبص على بالارقام حتى. اول حارس محمد الشناوي. طيب خلينا نكبر الزاهرة انا عايز الارقام بعد كده لان انا عندي حاجة عايز بس اوليها الجمهور النادي الاهلي لو ما نخلص الزواهر نبتدي اه. مش. ظاهرة تقلق والحراس. محمد الشناوي قدام آنس الزنيتي. طيب اتفضل اه دكتور. يمكن الزاهرة الخامسة اللي معنا ظاهرة تقلق حراس المرمى. الاربع فرق اللي اتأهلوا. حارس المرمى بتاعهم اتقلق. بمعنى ايه? او صنع الفارق. محمد الشناوي قدام سانداونز. قدام. هنستعرض الارقام. هنلاقي ان هو قدامنا الارقام على الشاشة. عمل ست انقاذات. منهم اربعة من داخل السندوق. ده الحارس الاول. الحارس التاني حارس الرجاء. انس الزنيتي. قدام مازمبي. عمل تسعة انقاذ. وده اعلى رقم في الحراس كلها. تسعة انقاذ وتصدر ركلة جزاء. كانت هي اللي صنعت الفارق واهلت الرجاء قدام مازمبي. تلاتة منهم من جوة داخل السندوق. محمد ابو جبل. حارس نادي الزمالك. عمل انقاذ واحد واحد من داخل السندوق. حارس الوداد المغربي احمد رضا التكنوتي. قدام النجم الساحلي عمل خمسة. والخمسة من داخل السندوق. ازا الظاهرة. الظاهرة الخمسة. ظاهرة تقلق حراس المرمى. الظاهرة اللي بعد كده رقم ستة. ظاهرة المدافع الهداف. كل فرقة صعدت عندها مدافع هداف. النادي الاهلي عنده مين? علي معلول. مسجل هدفين ومتسبب في هدف تالت. نادي الوداد المغربي عنده محمد النهيري. ده الجوكر بيلعب باك رايت وبيلعب باك لفت. مسجل هدفين في مباراة الزهاب. نادي الرجاء المغربي عنده بدر بنون. مدافع الهداف برضو مسجل هدف. نادي الزمالك عنده محمود علاء مسجل هدف إذن ظاهرة المدافع الهداف ديت رقم 6 رقم 7 كل المباريات اللي كانت في دور الثمانية انتهت بأهداف مفيش ولا مباراة انتهت 0-0 وده بيأكد الفعالية الهجومية والرغبة الهجومية الموجودة عند الفرق رقم 8 ظاهرة التسجيل من ضربات حرة سواء بقى ضربة سبتة سواء ضربة جزاء سواء ضربة ركنية كل الفرق سجل يعني النادي الأهلي جاب من ضربة جزاء وضربة سبتة نادي الرجاء مسجل من ضربة ركنية نادي الوداد مسجل من اتنين ضربة سبتة الزمالك مسجل من ضربة جزاء إذن ظاهرة برضو التسجيل من الضربات الحرة الظاهرة التسعة معانا كل الأندية اللي لعبت على ملعبها استحوزت عكورة مفيش فريق فقط لاستحواز وده بيأكد ان الفرق كلها عندها شخصية يعني كانت فرق قوية جدا التمانية يعني رقم 10 الظاهرة رقم 10 للمرة التانية بيصعد الأهلي والزمالك معا في دور نص النهائي لدوري أبطال أفراقيا المرة الأولى كانت سنة 2005 والنادي الأهلي ساعتها كسب النادي الزمالك في النص النهائي اتنين واحد واثنين سفر وأخذ البطولة في النهائي من النجم الساحلي يمكن دي عشر ظاهر لدور التمانية اللي حصلت فيه دور التمانية تمام خلينا بقى نروح نتكلم عن الأربع فرق والأربع فرق التي أهلوا بالفعل إلى الدور قبل النهائي في هذه البطولة معانا بقى مقارنة رقمية مين أكتر فريق فيهم وصل نهائي أكتر فريق أخذ بطولة أكتر فريق وصل نص نهائي هنستعرض الأرقام دي مهمة جدا ونشوف حضاك الفرق طبعا النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي وصل لنص النهائي ستاشر مرة وصل للنهائي إتناشر مرة برضو الرقم الأعلى حصل على اللقب الأكثر ثمان بطولات يبقى النادي الأهلي أكتر فريق وصل نص نهائي أكتر فريق وصل نهائي أكتر فريق حصل على اللقب رقم اثنين نادي الزمالك وصل نص النهائي عشر مرات وصل للنهائي سبع مرات حصل على دوري أبطال أفريقيا خمس مرات طيب نادي الوداد المغربي اللي هيقابل النادي الأهلي وصل لنص النهائي دي المرة الستة ليوصل نص نهائي فيها وصل لنهائي كم مرة أربع مرات حصل على اللقب مرتين نادي الرجاء المغربي وصل لنص النهائي أربع دي المرة الرابعة وصل لنهائي كم مرة أربع مرات أخذ البطولة كم مرة ثلاث مرات يعني الرجاء أخذ دوري أبطال أفريقيا أكتر من الوداد الرجاء أخذ ثلاث مرات الوداد مرتين لكن الوصول لنص النهائي الوداد وصل أكتر من الرجاء نص النهائي الوداد ست مرات والرجاء أربع مرات هنستعرض الأرقام بقى مقارنات الفرق يعني مين الأكتر فرق استحواز هتبين شوف بقى ده قوة النادي الأهلي في الأرقام فضل أول حاجة بالنسبة للاستحواز على الكورة مين أكتر فرقة بتستحوز على الكورة مقارنة بما بين الفرق اللي في نص النهائي بس النادي الأهلي أكتر فرقة استحوزت على الكورة ستة وخمسين وتلاتة من عشرة في المية نادي الزمالك رقم اتنين طب ده يرجع ليه يا كابتن اسلام هنا لللعب على استاد القاهرة بتفرق كتير جدا بتعدي الخمسمائة تمرير بتعدي الخمسمائة تمريرة في المباراة الاهلي والزمالك ده بيأكد اهمية اللعب على استاد القاهرة عكس بقى اقل فرق الرجاء خمسة واربعين واربعة دليل ان اسلوب لعب الرجاء بيسيب لك الاستحواز الوداد واحد وخمسين واربعة طيب الاكسر تمرير برضو هنلاقي نفس الارقام النادي الاهلي رقم واحد رقم اتنين الزمالك رقم تلاتة الوداد رقم اربعة الرجاء فإذا النادي الاهلي هو الاكتر فريق بيلعب على الاستحواز في البطولة طيب الاكسر تسجيلا للأهداف منذ بداية دور المجموعات من اقوى فرق على مستوى الهجوم الوداد المغربي اقوى فرق مسجلة من بداية دور المجموعات مسجلة 12 هدف يليها النادي الاهلي رقم اتنين عشر اهداف الرجاء والزمالك تمانية وتمانية اذا هتبقى مواجهة قوية جدا على المستوى الهجومي ما بين النادي الاهلي والنادي الوداد المغربي الرجاء والزمالك تمانية وتمانية طيب مين الاقوى دفاع اقوى خط دفاع الاقل لاستيبال للأهداف من بداية دور المجموعات النادي الاهلي خمس اهداف متساوي مع الرجاء المغربي خمس اهداف هنلاحظ في الارقام بالنسبة للمغربة الوداد أقوى على مستوى الهجوم الرجاء أقوى على مستوى الدفاع أما النادي الأهلي متفوق في كل الأرقام غالباً يعني في كل الأرقام هنلاقي النادي الأهلي هو رقم واحد يعني النادي الأهلي أقوى خط دفاعه خمسة استابل شباكه خمس أهداف بس الرجاء خمسة الزمالك ستة الوداد مستابل سبع أهداف إذن الوداد يعتبر الأقل دفاعياً الأقوى هجومياً والأقل دفاعياً الرجاء هو إيه؟ يعتبر الأقوى دفاعياً مع النادي الأهلي والنادي الأهلي تاني أقوى خط هجوم منذ بداية دور المجموعات. طيب. من الأكثر حفاظاً على نظافة الشباك؟ دي تأكيداً برضو أن الرجاء عندها حارس مميز. أنا سنزن نيتي. عنده خمسة كلين شيت. الأعلى كلين شيت من بداية دور المجموعات. وده بيأكد برضو قوة الرجاء. الرجاء قوته في دفاعه. في المنظومة الدفاعية اللي بيعملها. بيسيب لك الاستحواز وبيحاول يضرابك بضربة ركنية أو ضربة سبتة. ده اسلوب لعب جمالي السلامي مدرب الرجاء المغربي. طيب. مين أكتر فرقة بتصنع فرص؟ برضو النادي الأهلي رقم واحد. صنعت 17 فرصة. ده برضو بيأكد القوة الهجومية في النادي الأهلي. مين رقم 2؟ الوداد المغربي 15 فرصة. الزمالك 11 فرصة محققة. الرجاء أقل فرقة هجومية 6 فرص فقط محققة. فده طبعا مقارنة بتأكد أن مباراة الأهلي والوداد هتبقى قوية جدا على المستوى الهجومي. والزمالك والرجاء النحة التانية الرجاء أقل على المستوى الهجوم بالأرقام. الأكثر معدل محاولات على المرمى منذ بداية دوري المجموعات. النادي الأهلي هو رقم واحد برضو 11 و1. نادي الوداد 9 و6. نادي الزمالك رقم 3 8 و1. نادي الرجاء 7 و8. كل الأرقام دي بتأكد إيه؟ سواء صناعة الفرص أو المحاولات أن النادي الأهلي والوداد أقوية جدا على المستوى الهجومي. الزمالك والرجاء على المستوى الهجوم بيرحوش كتير على الجون. فهتبقى غالبا مواجهة دفاعية. تماما. الأكثر إهدار الفرص محققة. النادي الأهلي طبعا رقم واحد أكثر فريق أهدار فرص 10 فرص محققة. نادي الوداد رقم 2 حتى في الإهدار الفرص النادي الأهلي رقم واحد. نادي الوداد رقم 2 تمانية. نادي الزمالك رقم 3. نادي الرجاء رقم 4 خمس فرص طبعا لأن النادي الأهلي بيوصل كتير لجون فطبيعا أنه يبقى مضيع أكثر فرص. كل الكلام اللي عم نتكلفه ده من بداية دوري المجموعات. من بداية من أول مباراة في دوري المجموعات لغاية نص النهائي. لغاية نص النهائي. ده أكثر تمريرا شكل طولي. الأكثر تمريرات طولية. هللاقي ايه هنا؟ الأهلي طبعا عشان هو بيلعب على الاستحواز رقم واحد تمانية وعشرين واربعة. لكن الرقم المهم أهو بتاع الرجاء. الرجاء جاي رقم اتنين. ده بيأكد إيه؟ اسلوب اللعب المباشر اللي بيلعبوا به. إن هم بيلعبوا فسط ملعبهم. وبيسيبوا لك الاستحواز. وبيلعبوا تمريرات طولية على المهاجم بتاعهم بين ملوغه. الوداد المغربي طبعا ما بيعملش تمريرات طولية كتير. لأنه بيعتمد على الأطراف أكتر. طيب مين أحرف فرقة بالنسبة للمراوغات؟ أكتر فرقة عندها مراوغات نجحة. الوداد المغربي. لأنها تمتلك إسماعيل الحداد. صاحب أعلى معدل مراوغات نجحة في البطولة. الوداد المغربي سبعة وستة من عشرة مراوغة نجحة في الماتش الواحد. النادي الأهلي ستة وتسعة من عشرة في الماتش الواحد. الزمالك ستة ونص. الرجاء أقل فرقة بتعمل مراوغات تلاتة وواحد. طيب مين أكتر فرقة؟ برضو ده رقم مهمة قوي. أكتر فرقة بترتكب أخطاء. حلق إن فرقتين المغربة سواء الوداد أو الرجاء هم اللي بيرتكبوا أخطاء كتير. ده اسلوب لعبهم. بيرتكبوا أخطاء كتير بيزهقوك من الماتش. ده اسلوب لعبهم. بدليل الأرقام يعني الوداد عشرين وتسعة الرجاء تسعة. طيب بيعملوا عشرين فاول في الماتش. والرجاء تسعتاشر فاول في الماتش كتير. الأهلي طبعا ستاشر الزمالك تلاتاشر. طيب أكتر لاعب بيمتلك معدل محاولات على المرمى من بداية دور المجموعات في الفرق. بالنسبة للنادي الأهلي محمد مجدي أفشا. عنده متوسط اتنين وتمانية من عشرة محاولعة في الماتش الواحد. بالنسبة لنادي الرجاء بن مالوجو اللي هو المهاجم اتنين واربعة من عشرة. بالنسبة لنادي الوداد بديعقوك وده نحط عليه دايرة. لأنه هو لعيب مفاجأة بقاله سنتين مع الوداد المغربي. اتنين وتلاتة من عشرة بيروح عجبون كتير. وهنلاقيه في أرقام مميزة جدا لبديعقوك. اللي هو الجناح التاني مع اسماعيل الحداد. أما نادي الزمالك مصطفى محمد واحد وتسعة من عشرة. طيب أكتر لاعب صنع فرص. لسه قايلين نخط دايرة على بديعقوك. اللي هو هنلاقيه أنه إحنا الأيناف أكتر لاعب بيعمل محاولات. وأكتر لاعب بيصنع فرص. أكتر لاعب صنع فرص حتى الآن بديعقوك. معدله واحد وسبعة. إسماعيل الحداد واحد وستة. محسن متولي من الرجاء واحد وستة. حسين الشحات واحد وستة. أحمد سيد زيزو من الزمالك واحد ونص. بالمناسبة فيه رقم مميز للوداد المغربي. الوداد قوته في ملعبه وجماهيره. جماهيره قوية جدا. بدليل إيه؟ الوداد آخر ستة وعشرين مباراة لعبها على ملعبه لم يخسر. على ملعبه آخر ستة وعشرين متش. ملعب يعني آخر هزيمة ليه كانت قدام النادي الأهلي 2016 برأسية رامي ربيعة وما كانتش في محمد الخامس. لكن بعد كده لما راحوا لعبه في محمد الخامس ما خسروش ولا متش. طب كمان آخر ستة وخمسين مباراة. آخر ستة وخمسين. الوداد مباراة لعبها على ملعبه. مخسرش غير متشين بس. في 56 ماتش ماتش منهم من الاهلي وماتش من فريق جابوني واحد سف طيب الاكثر تسجيل الاهداف من بداية دول المجموعات في النادي الزمالك طبعا اشرف بن شاركي مصطفى محمد اشرف بن شاركي اربع اهداف مصطفى محمد هدفين النادي الوداد ايوب الكعبي دمشا محمد النهيري اللي هو المدافع وبديع اوك اللي احنا بنتكلم عليه النادي الرجاء بدر بنون المدافع وبن ملوجه وصوفيان رحيمي النادي الاهلي علي معلول وليد سليمان هدفين الاكثر صناعة الاهداف منذ بداية دول المجموعات مصطفى محمد في الزمالك اتنين اسست وصوفيان رحيمي في الرجاء اتنين اسست اكتر لاعب يمتلك معدل مراوغات نجاحة منذ البداية احرف لاعب في البطولة حتى الان اسماعيل الحداد تلاتة ونص مراوغة نجحة في المباراة فارق كبير عن التاني واحد فرجاني ساسي وبن شاركي واحد وتسعة احنا عندنا جونيور اجي واحد ونص فمن الواضح كده ان اسماعيل الحداد مسته في المراوغات النجحة والحل الفاردي تمام اكتر حارس مرمى حافظ على نضافة شباكو احسن حارس بالارقام حتى الان يعني بالكلين شيت انس الزنيتي حارس الرجاء المغربي عامل خمسة كلين شيت محمد الشناوي تلاتة كلين شيت من بداية دور المجموعات احمد رضا التكناوتي اتنين كلين شيت محمد ابو جبل حارس نادي الزمالك اتنين كلين شيت ومحمد عوات برضو اتنين كلين شيت ارقام متقربة يمكن النادي الاهلي ابعد شوية في موضوع الاستحواز وصناعة الفرص والكلام دا كله ولكن في النهاية هي ارقام ان دا اللي تدل على قوة الاربع فرق طبعا سواء هنا احنا لسا دا اللي كنا بقولوا ان في بعض الفرق قوية من الناحية الدفاعية والناحية الهجومية اقوى الارقام بتأكد طبعا النادي الاهلي احسن فرقة بتلعب كرة في البطولة بصراحة بالارقام اكتر استحواز اكتر محاولات اكتر صناعة الفرص اقوى خط هجوم اقوى خط دفاع فانت الارقام كل النادي الاهلي ولكن الوداد المغربي فريق يحترم خاصة على ملعبه فريق شارس بيمتالي الجمهور قوي جدا بإذن الله اهم حاجة ان انت تسجل في ملعب الوداد هتقدر تصعد لو سجلت في ملعب الوداد اشتركوا في القناة